بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين أخي الكريم أخت الكريمة إن لربكم في أيام دهركم نفحات كما جاء في الحديث الشريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه النفحات سلاسل نور هذه النفحات هبات صفائية تنزل من السماء في هذه الأيام المباركة يكمل الحديث ويضع لنا لوحة جميلة ويضع لنا خط سير في هذه الأيام المباركة التي تتنزل فيها نفحات الله من السماء ألا فتعرضوا لها ألا فتعرضوا لهذه السلاسل النورانية التي تنزل من السماء عسى أن تصيبك نفحة فلا تشقى بعدها أبدا هذه السلاسل النور التي تنزل في هذه الأيام يترجمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور كلنا نحفظه ونسمعه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر أي العشر الأول من ذي الحجة هذه الأيام المباركة هذه الساعات الإيمانية العالية لو أن حسنة فعلت فيها لا تكون بحسنة واحدة ولكن تكون بعشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء هذه الأيام المباركة وهذه الساعات الإيمانية العالية الله عز وجل في بدايات سورة التوبة يحدثنا قائلا إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها من هذه الأشهر أربعة حرم ويحدثنا الله عز وجل في تكليف جميل في هذه الأيام المباركة من جملة مكونة من أربع كلمات منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وكأنك أخي الكريم وأخت الكريمة تسأل ماذا أفعل في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة ماذا أفعل حتى أتحقق من فلا تظلموا فيهن أنفسكم ماذا أفعل حتى يتحقق في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر ترسم لنا كتب السنة طريقا واضحا ولوحة جميلة في هذه الأيام المباركة عماد هذه اللوحة وعماد هذا الطريق شيئين لا ثالث لهما أولهما التزاما صارما كما أقول التزاما صارما بالفرائض ولذلك لما أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما فرض الله علي من الصلاة ما هي الصلوات المفروضة التي فرضها الله علي فقال سيدنا وحبيبنا الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا ثم قال الرجل الأعرابي ما فرض الله علي من الصيام يا رسول الله فقال سيدنا وحبيبنا شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا يكمل الأعرابي ما فرض الله علي من الزكاة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل شرائع الإسلام انظر إلى كلام الأعرابي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرسم لنا اللوحة لا أتطوع شيئا والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما افترض الله علي شيئا هذه التي قلت التزاما صارما بالفرائض وثاني الأشياء تفعل ما تشاء من النوافل حتى يحبك الله عز وجل وإن فعلت معصية أو إثما في هذه الأيام تذكر قول الله عز وجل ويفتح لنا طاقة النور في أواخر سورة النحل ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم نسأل الله عز وجل ألا تنقضي هذه الأيام إلا بعد أن تكتحل الأعين برؤية كعبة الله عز وجل ورؤية البيت العتيق وزيارة القبر الشريف اللهم أمين ألقاكم في إطلالة جديدة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة